السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم تصريحات جديدة وتطورات جديدة بخصوص الإضراب إضراب يوم الخميس 16 أجمع هذا الإضراب اللي بشيش من 159 مؤسسة ومنشآة عمومية خليني نسمي لكم البعض منهم أنا جمش نقطة نسمي في 159 مؤسسة إنما بش نسمي الأكثر هكا توين سيبدأ عندهم فكر عليهم ولا يتعاملوا معاهم برشا يمشيوا للإدارات هذه والكل نلقاو مثلا المطبعة الرسمية الوكيل تونس الفريقي الأنبي الإذاعة التونسية التلفزة التونسية نلقاو ديوين تونسي للتجارة مركز النهوذ بصدرات شركة اللحوم شركة تونسية لأسويق الجملة نلقاو زيدا مثلا خليني نقول لكم ديوين نسيحة نلقاو زيدا سيانر بيس سياناسيس لكنام ديوين التونسيين بالخارج نلقاو ديوين الوطني للتطهير لوناس نلقاو زيدا الوكيلة البلدية للتصرف وكيلة الوطنية لحمية المحيط نلقاو الصيدلية المركزية في البلاد التونسية هذه تابعة وزارة الصحة يعني شاملها الإذراب العام نلقاو شركة صناعة شركة صناعة الأدوية بالبلاد التونسية نلقاو ديوين الوطني للأسرة والعمران البشري نلقاو أيضا شركة شركة فصفات غافسة شركة اسمنت بنزارت شركة جبل الجريسة مجمع الكيميائي في جيبس نلقاو زيدا الشركة الوطنية لتوزيع البترول شركة النقل بالأنابيب بالصحراء شركة تونسية للتنقيب شركة النقل بوسيطة الأنابيب وها جملة من المؤسسات الأخرى اليوم نلقاو حشد كبير نلقاو الحكومة والناطق رسمي باسم الحكومة يقول أنه المطالب امتاع اتحاد الشغل قيمتها المادية يعني تكلفتها بيش تتكلف ألف مليارة على الدولة الدولة اليوم ما هيش منجمة يعني تجيبها المصارفة دي وما تنجمش تقدم وعود وهي ما تنجمش تفي بيها على حد تعبيرو نلقاو سيمي تاهري يقول اليوم ويكشف هكا تفاصيل جديدة ويقول بأنه أطراف حكومية تدفع نحو تنفيذ الإذراب واختراقهم لاتحاد الشغل فاشلة هذه تصريحاته يقول أنه إذراب اتحاد شغل نهار 16 ما هوش إذراب سياسي خير دليل على ذلك يقول احنا قعدنا مع الحكومة على طاولة التفاوض حول مطالب الاتحاد يقول بأنه اتحاد الشغل ما يخاف من حتى حد وقت يقرر ينفذ إذراب سياسي تو يقول للناس اللي راهوا إذراب سياسي يذكر بأنه في وقتها بعد اختيل الشهدين شكري بلايد ومحمد البرهامي نفذ إذراب سياسي اليوم لا يقول مطالب هي مطالب تهم الفئة الشعبية يقول بأنه الاتحاد يطالب بإلغاء المنشور عدد 20 اللي يعتبره ضد المعايير الدولية للتفاوض يقول زادة يطالب بتفعيل اتفاقية المبرمة التفعيل أو الترفيع في الأجر الأدنى فتح المفاوضات للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية الشروع في إصلاح المؤسسات العمومية وإلغاء المساهمة التضامنية 1% يأكد زادة أنه ما تمش التواصل إلى أي اتفاق من نقاط تهدية في جلسة التفاوض يعتبروا أنه الاستقرار الاجتماعي ينبني أساسا على العمل التشاركي ولكني قل الحكومة تفاوضت مع صندوق النقل الدولي على برنامجه من غير ما تتشاور مع الاتحاد يقول أنه المفاوضات هذه سرية قادة تقوم بها الحكومة نلقى الكونفيدرالية الأوروبية للنقابة تعلن دعمها إضراب اتحاد الشغل المقرر يوم 16 إجواء يعني من أجل الديمقراطية والاحترام الكامل للحقوق الاجتماعية والنقابية في تونس ويأيد الاتحاد الأوروبي لنقابة العمال وأمينه العام الإضراب من الاتحاد اللي يخوضه نهار الخميس 16 جنوان وعلى وجه الخصوص مطالبه تنفيذ الاتفاقية الجماعية القطاعية زيادة الحد الأدنى للأجور مفاوضات اجتماعية وطنية لتحسين الرواتب في القطاع العام إلغاء المرسوم عدد 20 ليرغي الحق في التفاوض وضرورة الموافقة المسبقة من رئيسة الحكومة نلقا وإنه كما قلت لكم الإضراب هذي يشمل برشة منشأة حساسة برشة مؤسسة عمومية حساسة كما صيدلية المركزية ولكن الحكومة التجأت إلى التسخير بيش تسخر عدد من الموظفين بيش تضمن يعني الحد الأدنى من الخدمات وهذا كانت بأوامر من رئيس الجمهورية قيسي سعيد اللي تقابل البي رحمة رئيسة الحكومة وعطاها التعليمات بإنه تضمن الحد الأدنى من الخدمات عبر التسخير إتحاد الشغل يرفض التسخير يقول إنه التسخير غير قانوني ومخالف للدستور والقانون يقول إنه كل الجامعات النقبية القطاعية المعنية بالإضراب يعني ضبطت بعض الأشغال الاستثنائية اللي فيها اللي مش بش يشملها الإضراب فعليش تعملوا في التسخير به من جهة أخرى يهدد إتحاد الشغل والطبوبي بإنه راه الإضراب في القطاع العام والموجهات العمومية راه ينجم يشمل أعوان الوظيفة العمومية يقول إتحاد الشغل بأنه أعوان الوظيفة العمومية قاعدين يستعدوا لشن إضراب عام بش يتم تحديده في الوقت المناسب إذا استمر غلق بيب التفاوض ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة من قبل الاتحاد طبعاً نحكي على الوظاية الاجتماعية للأجراء على تدهور غير مسبوق الأجور الزهيدة غلاء المعيشة تدهور المقدرة الشرائية تدني الخدمات الاجتماعية ارتفاع الثقال الضريبي استشراء الاحتكار التهريب البطالة إلى غير ذلك من المطالب نلقى وعدة أطراف تحاول إفشيل إضراب اتحاد الشغل عضو المكتب الوطني لحراك 25 جوليا عبد الرزيق الخلولي يدعو اتحاد الشغل إلى مساندة مسار 25 جوليا ويندد بما اسمه التوجه إلى شن إضرابات سياسية وغير قانونية ويقول أن الحراك سيعمل ويناظل بكل الوسائل من أجل إفشيل الإضراب العام في المؤسسات العمومية اللي يخوذوا اتحاد الشغل أنصي بي أن أتقر اسمي باسم الحكومة نصر الدين أنصيبي يقول بأنه الاتحاد يطالب بتفعيل اتفاقية قيمتها المالي في حدود ألف مليار يقول بأنه تم تسديد مبلغ 160 مليار من مجموع ألف مليار بصفة فعلية مع رصد مبلغ 140 مليون دينار في قانون مالي لسنة 2022 والمبلغ المتبقي يقول 700 مليار فهذا رقم كبير ومهول زادة أيضا القاون نصيبي يقول يعني اللي هما بشيل جؤوا للتسخير هذا مما لا شك فيه لأنهم ما ينجموش يخليوا المرافق العمومية معنها ما تخدم مش يقول نصيبي بأنه الحكومة اقترحت تنفيذ 25% من المبلغ المتبقي في سنوات 22 و23 على أنه يتم تنفيذ الـ 50% بين 23 وبين 2024 يقول أنه هذا يعني تطبيق اتفاق 6 فيفري على 3 سنين وهذا اللي يتنيقذ مع مصرح بي سلح الدين السلم الأمن العام للاتحاد واللي أكد أنه الحكومة ترغب في الذهب إلى اتفاق 6 فيفري إلى سنة 2029 يقول هو لي فقط حاجتنا بـ 3 سنين ماكس من هنا لنهاية 2024 يكونوا نفذوا اتفاق 6 فيفري اللي فيه جملة من المطالب بالتالي هذا الإضراب قائم وسيتم